أهلا وسهلا فيكم أصدقائنا ضمن يومنا الجديد المحطة هلأ مع الأبراج طبعا البداية بتكون مع الحمل يلي اليوم فعلا مليان ديناميكية وحمايس لبلوغ الأفضل وعم تشتغل من الصباح البيكر لتكون شخص مناسب بما كانه المناسب إلى الثور عم بحاول يتأقلم الثور قدما نحو الأميم مع مختلف التطورات اللي عم بتصير سلاحه وثيقته بنفسه وشخصيته الحلوة الأوية والحلو بالثور إلى جانب الشخصية الأوية عنده ناحية كتير حلوة بشخصيته الشفافية والمحبة وهو اللي الأمور بيخلقوا منك إنسان متميز الجوزاء اللي ما بدنا ننفعل على أقصى وعلى يعني أتفه الأمور يمكن شغلي كتير صغير ينفعل علي الجوزاء ومثل ما بيقولوا يعملوا من الحب إبي اليوم بدك تكون على دراية بمختلف التطورات بالعكس حتى المشاكل الكبيرة حاول أنك تمتصة حاول أنك تخفف منها وما تضخم أبدا الأمور نصل إلى السرطان بنقول له صباح الخير أمامك نهار لذير جدا ممكن تكون إلى جانب من تحب ممكن يكون عندك مفاجأة مادية ممكن يكون عندك أبويب قد تفتح من أمامك ما كنت معتبارها ولا إخدها بعين الاعتبار على كل كلها نهار على بعضه جيد وقادر تقطف في ثمار الأسد يتأقلم مع الظروف والأوضاع واليوم بدنا نقللك شغلة كتير مهمة إذا حسيت أسلوبك اللي عم تتبعه إن كان بالمنزل أو إن كان بالعمل غير مجدي عليك سريعا تبدله إلى أسلوب آخر يمكن تكون سلس أكتر بالتعاطي يمكن يكون عندك هيك طريقة بالاستيعاب أفضل أهم شي تغير أسلوبك المتبع سابقا وإلى العزرة اليوم إذا بدنا نهمهم ما في إنسان إلا ما عنده هم بحياته إذا بدنا نحكي عن شو بنا ما بنخلص مشان هيك اليوم بيوقع عليك دور إنك تقيم الهم عن حالك وعن غيرك دايما حاول تستعمل زبزبيتك الإيجابية دايما حاول تستعمل سحرك الخاص دايما حاول تستعمل ابتسامتك التي لا تنضب وهو اللي بيكونوا سليح جدي أمام المشاكل الميزان المطلوب منك الجدي أكتر بالعمال ما فيك هيك تكون متساهل خاصة بالأمور يلي ما بدا تساهل ما فيك يلا معلي بتقطع اليوم هالأمور منشوف بكرة شو بيصير لا بدك تعيليش كل الأمر بما كانوا السليم وصولا لا تحقيق النهار ناجح بكل اتجاهاته العقرف صباح الخير غير إنك اليوم مهضوم كتير والابتسامة دايما موجودة والمرح والضحكة هيك دغري بتخدن وبتعطين للآخر أنت اليوم شخص قادر يبين مكتنزاته الزيتية قادر يقول أنا عندي أمور إيجابية ومتميزة عن الآخر وتستحق الثاني والنجيح اليوم القوس ما حدا بيعرف شو بيصير خاصة لما الإنسان بيكون عنده مسؤوليات كتيرة هموم كتيرة بيعرف الواحد شو بيصير لا ما بيعرف الواحد بكرة شو مخبّله ولكن أنت رح تحاول تستنبت الأمور وتعرف شو مخبّلك شوي المستقبل تعرف كيف ممكن تمشي بين الألغام خاصة بهالوضع الحرش لتقدر تقطع من مرحلة إلى أخرى وما تتكبد كتير خسائر مادية الجدي اليوم بدنا نخفف من حد التوتر بينك وبين الحبيب يعني الجدي أوقات بيروح على الإكسترام بكل شيء إذا فيه مشكل مع الحبيب بيطوره فبيصير هالمشكل مشكل ما بيعود يخلص اليوم بالعكس اليوم إذا فيه أي شغلة ما فيه تفهم مع الحبيب عليك تطرح الأمور كله على بساطة البحث وتحكي بكل صراحة ومدوم ما تفرض رأيك ولكن بالقليلة تاخد وتعطي بكل شفافية دون أي خوف أو تردد الدالو مليء ثقافة مليء حنان مليء حضور عنده كريز مطاغية وقادر اليوم هيك يتميز بين الأبراج 12 أنت الأكثر حزن بدأت انفتح بوجه كيف ما حدا بيعرف ولكن أنت كل شوي بتلاقي باب نفتح خبرية حلوة نهار سعيد حيول تقضي بكل اتجاهاته الحوت مطلوب منك أنه ما تتأخر عن أعمالك أو بالأحرى ما تأجله يعني عنده شغلة الحوت أوقات بأجل عمل اليوم للغد وهذه الشغلة يعني ما كتير بتكون صائبة ما تأجل شيء البدك تخلصه اليوم خلصه اللي لازم تخلصه بكرة خلصه ما تخلط الأمور وتفوتها ببعضها خاصة أنت مراقب هالفترة نوصل لمولود اليوم هو الشاعر هو صاحب الأحاسيس هو الرومانسي عنده كم من الرومانسية لا تنضب هو إنسان مليء حضور متمسك بعاداته وتقاليده متمسك بوطنه متمسك ببلده إذا أحب أحب حتى الثمالة وإذا بغض بيبغض على الآخر من سلبياته عنده أحيانا بعض التملق بتصرفاته من إيجابياته قوة حدث رهيبة وهالسنة سنة التطورات العديدة تحييتنا لكل موليد اليوم ينعاد عليكم ختيمة مع ندا ندا له معنيين الأول عربي رزاز المطر الخفيف والتاني روسي وبيعني من تعمل إذن ندا رزاز المطر الخفيف والمعنى الثاني من أصول روسية التي تعمل ندا لطيفي ودوذي مقربة من القلوب بتخفض ديما من المستقبل بتخفض ديما من المجهول بتخفض ديما من سخرية الناس بتوصل فكرتها ولكن بطريقة فيها تردد ديبلوماسية ندا بعض الشيء العمل عندها بيجي بالمرتبة الأولى تعتبر ديما أنه مبتعة كل شيء حقه جميلة طيبة تميل إلى المساعدة اجتماعية ومهضومة تحييتنا لكل ندا عم بتتبعنا هذا كل شيء أصدقائنا المشاهدين ضمن برج اليوم تابعوا معنا الأوتيفي تابعوا معنا يوم جديد من بعد هالبريك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر